بسم الله الرحمن الرحيم أسعد وإياكم أيها المشاهدون والمشاهدات في بيان مسألة من المسائل التي قد تخفى أحكامها على كثير من المسلمين وهي مسألة القنوت في الوتر أولا الوتر من آكد صلاة التطوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وإن كان الأقرب الذي عليه جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة لكن لا ينبغي لأحد أن يدعها خاصة إذا كان متعمدا من غير عذر وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن رجل يترك الوتر متعمدا قال هذا رجل سوء كيف يترك سنة سأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ساقط العدالة كيف يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعمد فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر والحديث أسناده جيد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والحديث متفق عليه كما لا يخفى وقد غال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم بصلاة فحافظوا عليها وهي الوتر روه الإمام أحمد وأبو داود وغيره المسألة الثانية وهي مسألة هل يقنت الإنسان في الوتر أو لا يقنت بمعنى هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر أم لا المعروف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر المسألة الثالثة وهي مسألة هل ثبت دعاء خاص في القنوت جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أو كلمات أقولهن في الوتر اللهم هدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت الحديث وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين والأقرب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره وكذلك ضعفه أبو عمر بن عبد البر وكذلك ضعفه ابن خزيمة وقالوا إن الحديث الصحيح أنه علمني دعاء أقوله من غير تخصيص في الوتر ولأجل هذا لم يثبت هذا الحديث لكن لو أن إنسانا قاله في قنوته فلا بأس وأحسن ما جاء في مسألة القنوت هو ما جاء عن عمر رضي الله عنه حيث أنه رأوى أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن وكذلك غيره عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط في النازلة بسورتي أبي اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك كل من يفجرك فهذا استحب الإمام أحمد أن يقول هذا الدعاء والحديث طويل اللهم إن إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وغير ذلك وعلى هذا فلو دع الإنسان بكل ما ورد من الأدعية الجامعة فلا بأس بذلك بشرط أن لا يرفع بذلك صوته يعني صوتا مبالغ فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا وكذلك لا يبالغ في الترداد حتى يخرج الدعاء عن مقصوده وكذلك لا يأتي بأدعية ربما تكون مخالفة للشر كما يدعو الإنسان يا برهان يا قديم وهذه أسماء لم تثبت عن الله سبحانه وتعالى لعل في هذا كفاية ونكمل إن شاء الله في حلقة أخرى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة